مرحبا ورحمة الفرنسية في درس اليوم نقرأ القصة بالكلمة الفرنسية ونشرح الكلمة بالعربية انشاء الله تتفادوا من هذه الدروس إذا أجبكم الفيديو لا تنسوش تشاركوه مع الزمي تاوحكم وتديرو جعب وابوني لتعم الفائدة اسم القصة بيتو الحلوى لتعلم في القصة العيلة منظرة في قصة في مصدر كما في المصدر كما في المصدر المصدر كما في المصدر منظرة كانوا أجل باركهم وزيدهم سومايا. Après la mort de sa femme, le vieux fermier se remaria avec une méchante femme qui détestait ses enfants et qui les obligeait à travailler dur. فقيرا كان يعيش في كوخ صغير بجانب غابة كثيفة الأشجار توفيت زوجته فتركت له طفلا اسمه سامي وطفلا اسمها سمية تزوج الفلاح امرأة أخرى كانت شريرة جدا تبغض كثيرا ولديه فكانت تكلفهما بالقيام بجميع أشغال البيت المزيدين المزيدين متأولى يمكنك المزيدين يسمى قبل تحديد Sa méchante, méchante معنة الشريرة, femme profita de la situation, situation معنة الحالة, la situation, et lui dit sur un temps maléfique. Ne vois-tu donc pas que nous n'arrivons plus à nourrir tes enfants ? Il va falloir s'en débarrasser. Émène-les à la forêt et abandonne-les. Le vieux fermier répondit avec tristesse. Tristesse, معنة الحزن. Ce sont mes enfants et je les aime. Comment veux-tu que je m'en débarrasser ? Je ne peux pas vivre sans eux. Je ne peux pas vivre sans eux. La méchante femme était sans pitié. Et ne croyait pas que Dieu pouvait facilement résoudre leurs problèmes. Elle obligea à abandonner. Gat lous mahfiyon, abandonne. Ses enfants, loin de la maison. Gat lous mahfiyon, loin de la maison, il y a Gat lous mahfiyon. La petite Soumeyyah écoutait la conversation. Écoutait la conversation. Gat lous mahfiyon, en compagnie de son frère. Gat lous mahfiyon, en compagnie de son frère. Gat lous mahfiyon, en compagnie de son frère. Aïeima, خاطبته زوجته علامات الغضب بادية على وجهها. ألا ترى بأننا سرنا عاجزين عن إطعام ولديك عليك بالتخلص منهما فورا خذهما إلى الغابة وتركهما هناك الفلاح أنا لا أستطيع فعل ذلك إنني أحبهما كثيرا ولا أستطيع العيش من دونهما لم تشفق الزوجة الشريرة على الطفلين كما أنها لم تقدر مشاعر زوجها المسكين فأجبارته على تنفيذ طلبيها ناسية بأن الرزق على الله تعالى سمع الولدان الحوار فبكت سمية فبكت سمية ولكن أخاها طمأنها قائلا لا تحزن يا أختي لدي حيلة تمكننا بإذن الله من الرجوع إلى البيت بسهولة سمية ولكن أحزن سمية ولكن أحزن قالت يزيقى وقت escrito في فىاء وقالت يزيقى وقالت تجربة في الزبان وقالا 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 أرادت يجب علينا أسفل الشباب حول المدني لديو أشفق في الحقيقة ليجعلم هذه ح smokوة والفع�� اشفق سلالد معين على المدني شجرة سوز ام ام بارد تحت شجرة كبيرة لتحضر على ربطة من تايريه بشيريه إلداء إلداء مروا فوردهما نمو بعمق وإلداء الرجال أبوهم نمو بعمق سنت على مع ستحضر وفورده 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 سامي دي أساسر مانتنان الان نوزالون سويفر لبتت بيير پور رانتري خرج سامي في تلك الليلة خفية وملأ جيبه بالحصى ثم رجع إلى البيت ونام نوما هادئا في صبيحة اليوم الموالي خرج الفلاح وزوجته إلى الغابة مستحبين معهما الولدين كان سامي يرمي الحصى في الطريق وعندما توغل بين الأشجار الكثيفة والمورقة قال الفلاح لولديه إلعب هنا يا صغيرايا ونحن سنذهب لنحتطب وسنعود بعد قليل لأخذكما لعب الطفلان كثيرا حتى تعب فاستلقى تحت شجرة وغلبهما النعاس فنام نوما عميقا وعندما استيقظ لم يجد أباهما وزوجته وكانت الشمس قد غابت وبدأ الظلام يخشى الغابة فقال سامي لأخته لا تخافي سنتبع الحصى لنرجع إلى البيت في الفيديو الجاي إن شاء الله رح نكملوا القصة خبروني توقعاتكم كي يتبعوا الحصى مشا يصرى وخبروني في الكومنتر شاكم شاكين شا غادي يصرى للطفلين سامي وسومية إن شاء الله سكون عجبتكم القصة نكملوها في الفيديو الجاي إن شاء الله سلام شكرا